موسيقى الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فتروي لنا السيرة المشرفة المطهرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة من الغزوات بعد أن انقضى زمن الجهاد وهو عائد إلى المدينة المنورة ما وصل إلى مشارفها وعلى حدودها إذا به يأمر صحبه عليهم رضوان الله أن يدخلوا إلى المدينة ويتركوه خلفهم وعليه ما عليه من أثر مجاهد من تعب الجسد وانشغال الفكر وهموم تربص الأعداء وإحاطتهم له من كل جانب كل ذلك تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقيمه أمام قيمة أخرى يريد أن يعلمنا إياها وأنه قد عاد من ذلك الجيش إلى زوجه السيدة عائشة رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق جاء إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول لها أتسابقين يا عائشة؟ كل ذلك هان وضعف وقل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قارنه لمحبته لزوجته وملاطفته لها ومداعبته لها في خضم كل ذلك التعب والهم والإرهاق والخوف يقول لها أتسابقين يا عائشة؟ فنزل هذا الكلام على السيدة عائشة رضي الله عنها في أفضل مكان وأحبه فسر قلبها وتنور وجهها وسعدت بذلك القول وبذلك الاهتمام من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقامت نشطة وهي لا تزال في شبابها وفي أفعوان شبابها وهي لا تزال عروس فقامت تسابق رسول الله صلى الله عليه وسلم ولله دره ذلك السباق سباق بين أفضل من في الكون وزوج سيد الكون عليه صلاة الله وسلامه فإذا بعائشة رضي الله عنها تسابق رسول الله صلى الله عليه وسلم وتصل قبله إلى الدار وَلَعَمْرِي وَهُوَ مُكَلَّفٌ بِتَبْلِيْغِ الدَّعْوَةِ إِلَى الْأُمَّةِ وَهُوَ كَانَ فِي مَنْصِبٍ وَهُوَ قَائِدٌ بَلْرَّئِيْسٌ لِدَوْلَةِ ناشئة وعليه هموم الدنيا هو هموم الدين وهموم الدنيا بعد ذلك كله لما يشغله ذلك عن زوجه فإذا كان هذا حال رسول الله صلى الله عليه وسلم وانشغاله فأين نحن من الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم أين أحدنا من هم رسول الله صلى الله عليه وسلم أين شغلنا من شغل رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا يكون لنا قدوة نحن الذين ننسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب أن نتعلم هذا الخلق وهو مكان الزوجة منا فالرسالة الأولى أو الرسالة المهمة في هذه القصة أنك أيها الرجل استوصي بالنساء خيرا وهي آخر وصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن ينتقل إلى الرفيق الأعلى كانت وصيته لنا استوصوا بالنساء خيرا فلنستوصي بالنساء خيرا ونطبق وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر